وإلى اختتام أعمال صالون الكفاءات والمواهب بحضور عدد كبير من أعضاء الحكومة إلى جانب مجموعة من الشباب أحمد ياسين بهذه الفرحة والبسمة المرسومة على وجوه الفائزين في المسابقات التي اجرت خلال فعاليات صالون الكفاءات والعمل المنعقد في الفترة من السابع وحتى التاسع من الشهر الجاري والذي شارك فيه أكثر من ألف شاب وشابة بمشاريع استثمارية وأفكار بناء تسهم في عجلة التنمية التي تنشدها الدولة وسمح صالون الكفاءات للشباب والخبراء وأرباب العمل من مختلف الشركات والبنوك التجارية مناقشة أوضاع الشباب خاصة في ظل الركود الاقتصادي والأزمة الراهنة وانتشار البطالة وتكدس أعداد كبيرة من الخريجين والعاطلين عن العمل كل هذه المشاكل جعلت من الصالون أكثر أهمية ووجهة للشباب وأملا للحصول على فرصة العمر من خلال اختيار أفضل المشاريع وتمويلها من قبل شركاء التنمية والمستثمرين المحليين والدوليين وخلال اختتام فعاليات الصالون فقد تداخل بعض الحضور مبدين يعجابهم بنجاح الصالون وتحقيق الجزء الأكبر من أهدافه مناشدين جميع الشركاء الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشباب من أجل تحقيق أحلامهم وطموحاتهم المستقبلية ونشير بأن هذه الدورة للعام 2017 تعتبر الدورة الثالثة للصالون على التوالي